الماضي كنا تحدثنا مع مسؤولين من فريق نادي ساقيت الزيت اللي الحقيقة رجعوا شوي على مباراة الدور النهائي وفهم بعض الكلام اللي هكا خلف ممكن شوي استياء ترجيين وبعض اللوم علش ما كانش الترجي حاضر ترجي اللي بتونسي حاضر اليوم في شخص سيد نجيب بن فير مدربة ترجي طبعا نحب نرجع شوي شنو أتقال في الحصة الماضية اكستري صغير باش نعرفوا على شنو نعلقوا وشنو نوضحوا لأنه برشة اتهامات للرجل اللي باحدنا بشكل وضحوا الصورة تماما فضل أنا ملعبية ترجع تديو على ملعبية السق ثمه 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 سنجيب بن ثير سنجيب بن ثير أنه مدرب محترم وكف وطوع وطار تربوي وطار تربوي وكل شيء ابنه مع انت الإنسان كي ولد ويراه ناجح يفرح وقل المزوغي ولد الاسبرانس متفاهمين متكون في الاسبرانس تربى على يدين سنجيب وكذا أنه يعدي مباراة كبيرة تمشي توبخه وتوصل حتى أنك تحاول تعتدي عليه أنا استغربتها محاولة تعتدي داما نجيب بن ثير عمزوغي أنا اللي شفتها لو كان مش تماما معانتها ناس حكامة وعق علىه وقفت كانت الأمور تتعدى إلى ملاي أحمد وعقبان هناك عروض خيالية للعبين قاعدين نسمعوا في برشة عروض وبرشة كلم مثلا الياس المزوغي نبدأوا بشوية بشوية واقل واقل سامحوني واقل المزوغي مثلا مطلوب بالترجل اسمعنا المعلومة لا احنا بالنسبة لنا احنا حاجة أخذيناها من رجواش مش ما يتقالش حاجة على ملاي أبي ماني لا من جميش على جو لا لا بالنسبة لنا احنا نحبه واقل يخرج البره عنده عرض من فرانسا صحيح ايه ثم عروض ثم لكن اذا كان جانا عرض مريقي لو مش تستنفع منه الجامعة ايه عليش لا نحبه يخرج البره وصار فما اتصال بينه بنت رجلة تونسي مثلا والله ما عنديش حتى عنه اما اتصالات في ملاعبية اخرين مش في واقل مش في المزوغي ايه لكن بالنسبة لي انا احسن شيء اذا اليوم واقل مش هل الترجل وبعد جاء نادي سكيت الزيت قاعدي فيه يعطي فيه روند موك برياسر انا ننصحه الملاعب بشي يخرج البره كما قلت تدعيات كبيرة من كل الكلام اللي تقال خاصة المترفسي محمد قلال المكلف بفرع ومسؤول على فرع كرة اليد المسؤول الاول طبعا نايب الرئيس فيه سقيت الزيت كلام مهوش سهل كلام كومي مختير انو تعتدي على اللاعب ولا هو قال محاولة تعتدي ده برشة كلام زادة في الشارع في الكواليس اليوم سي نجيب موجود معانا قاوس صغير نسكروه انو تعدي ونحكيو على الكورة بش ما يخوش اكثر من حاجم بارك الله وفيك اللي اعطيتني المجال بش نتكلم عن موضوع ده اولا ان الساعة خلينا من وايه لمزوغي اعتقد انا عندي طوى 12 عام نقول انا في الونيفو في التراجي الرياضي في هدي جدة فى 13 عام ما عندي حتى مشكلة مع حتى اي ملاعبية الحقيقة الملاعبية كل تحبني بالعكس يعرفوا لي انا ينظر ببرشة على الملاعبية وانيس كل تعرف الشيه ده وياما وقفت مع برشة ملاعبية كبار وبرشة بكوت جنراسيون انا كنقول لك ثم ملاعبية دربتهم اللي اليوم طوى مدربين اغلبيتهم مدربين وبالتالي ما جي جميودو بخوبلين ما حتى اي ملاعبية الحقيقة ثانيا نمشي الوايه المزوغي والامزوغي مشي بدا في علمك انو وايه الا عام 2014 كلمني عليه نقدر اخويا وقتا كان مدرب سبورتيج بن عروس و بالمناسبة ما دي نحيا الفريق اذي سبورتيج بن عروس اللي يجي ببرشة ملاعبية كبار وايه المشينا جبناه من بن عروس عملنا له عقد متاع صاغر احسبته كيما ولدي الحقيقة لحد اليوم وغدوة وايه الملاعبية حتى بعد ما رجعت من السعودية نلقاه في وضعية مش باهية لانو عامل كلي جامو كروزي وكانت اللي جاموه ما مشيتش بالجدية العملية عاوناه ودزينا معاه هو يعرف شي اذي كل والي اعتبر جاري لانا كنت نوصله حتى لشير الدار وفي بن عروس وانا في المروج علاقة حميمية بيني انا وايه هو يعتبرني انا اعتبره كما ولدي وهو الاحسن جميعي الي صار وقتها والحقيقة هو نزيدك احكاية اخرى انا وايه كل مرة يكلموني ااا وكلاه لعبين حتى بشي بعدوه بشي يهزوه لأوروبا وكل مرة يسألوني على وايل المزوغي مش هو بركة برشة منعبية وما عطيت فيه كان الكلمة الباية وكان وكان ليسحقوا لأن وايل منعبية محترم وخاصة أخلاقيا محترم جدا متروبي اللي صار أنه بوقت اللي أنا في وخضمها داك الكل شفت وايل جايجلي اللي حسن الجماعي في البرتية هذي كانت عشيرة الترجلة التونسي فانسحايب وايل ماشي بشي حاول يعمل مناوشة مع حسن الجماعي أنا مشيت بشي مبعدهم ولومت عليه كان يابوه وقل لأنا كيفاش أنت تدخل بش تدخل بش تعمل الوضعية ذي أخي قال لي أنا راني الحز هو ما بشي ضربوه على كل وقت هتوضع وقفت الحكاية وجاء عاصم بجنبي وانتقى الموضوع بالنسبة لي أنا انسيدان ويكلوه والملاعب كبير والفرحان وبرشة اللي اللي يلعب بالكداف في الساقية ما يجاتوش الحظ ما يخداش برشة وقت في الترجي الناس تتكلم عن موضوع ذا لأنه وقت اللي هو موجود في الترجي كانوا العديد والعديد من الملاعبية في المركز متاعه وحتى ريير جوش دمي سانتر ريير جوش وبالتالي ما يخداش برشة وقته وراجع من يجي من كروزي أنا نقول عامل موسم ممتاز جداً طوف المنتخب أخلاقين ولايد ممتاز وكان هو معناه حس لي أنا كل الرياكسيون بش نقوله شبيك اضربت ولا شبيك ماشي بش تضرب غضطه فأنا نعتذر منه وبالتالي أنا بالنسبة لي أنا هو المزوغي في الساقية ولا في الترجي ولا في أي فريق هو ملاعبي ولا نحترمه نقدر ملاعبية لكل وبالتالي ذول لي مثلا حتى مشكل ماشي ده يعطي ده ويه حمرا ومصارش ماشي حتى أنا قلتك أنا باعته ماشي في نوخي قال لي هو بش